أقارين روائع التابعين وده المقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه حبة في الله بننتقل نعرض مع نجم كبير من نجوم التابعين قال عنه الأئمة هو أعلم التابعين على الإطلاق وهو الإمام عامر ابن شرحبيل الإمام الشعبي إمام الشعبي إمام علم معروف طبعا هو جبل من جبال العلم وإمام من أئمة التابعين أدرك ما يقرب من خمسمائة صحابي تخيل حضرتك واحد لما بيتمنى يشوف شيخ من المشايخ أو عالم من علماء اللي احنا بنحبهم فلما بيشوفه بيقول ده يعني ده أنا ملكت الدنيا اللي فيها فتخيل لما نطلع فوق شوية بقى كده ونشوف إمام كبير من الأئمة الكبار الإمام ابن القيم ولا الإمام ابن التايمية ولا الحافظ ابن الكسير أو الحافظ ابن الحجر شو بقى فرحتك قدين فلكنت تخيل هو مش هلتقي مع صحابي واحد لا ده حضر خمسمائة صحابي وشفهم وطلب العلم على إيد بعضهم يعني كانت منقبة عظيمة جدا الإمام الشعبية تولد بعد ست سنوات من خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكان نحيل الجسم إنه كان هو كان ليه أخ توقع معاه يعني فكان إذا سألوا عن ذلك كان يقول إنه زاحمني في رحم أمي يعني إيه؟ يعني الدنيا كانت زحمة فأنا أتولدت أنا هو فعشان كده أنا طالع نحيف الجسم رحمه الله رحمه الله سعر أتولدت فين؟ أتولدت في الكوفة ونشأ في الكوفة لكن الراحة اللي كان بيجدها في قلبه لما كان يروح المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فكان ما هو فؤاده هو المدينة المنورة كان يروح دايماً للمدينة المنورة ويلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم على أديهم العلم العظيم ولذلك أتيح ليه أنه يأخذ علم من عدد كبير جداً منه معدر أصوله على سبيل المثال علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاس وزيد بن الثابت وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخضري والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعري بن حاتم يعني عدد ما شاء الله زي ما أنتم سمعين أسماء كبيرة جداً وأعلام ونجوم في سماء يعني الدعوة وسماء الدين يعني رضي الله على مرضى وكان هو الحقيقة كان في كمة الزكاء كان زكي جداً جداً زكاء لا يخطر على قلب بشر لدرجة يا جماعة أنه كان يعني من قوة الحافظة بتاعته كان لما حد يقول له حاجة مرة واحدة كان يحفظها فمش محتاج أن يعيد عليه مرة تانية ولو ذكر له أي معلومة أو أي حاجة هي مرة واحدة فقط يسمعها وما يكررهاش تاني كان يحفظها بفضل الله سبحانه وتعالى حتى أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ولا سمعت من امرئ كلاماً ثم أحبثت أن يعيده علي ما شاء الله يعني بيقول لو واحد تكلمني في أي موضوع أنا مش محتاج أن يعيده علي وما كتبتش كلمة في ورقة إلا وكنت حفظها بفضل الله سبحانه وتعالى وكان مولعاً بالعلم من درجة أنه كان بيقول لو أن رجل سافر من الشام إلى أقصى بلاد اليمن عشان ياخد معلومة واحدة لكان سفر دوة ما كانش تضيع لوقته كان استثمار لعمره والحياة وانت عارفين طبعاً أنه كان من الصحابة يا جماعة اللي كان بيسافر شهور طويلة جداً أبو أيب الأنصار يسافر لمصر علشان يطلب حديث واحد والإمام البخاري كان بيسافر لمدة ثلاثة أربع شهور عشان يسأل عن حديث واحد فده مش تضيع للوقت أبداً ولا تضيع للعمر كان من سعة علم الإمام الشعبي وليهم حق يقولوا أعلى متابعين الشعبي كان من سعة علم الإمام كان بيقول يعني أنه أقل شيء أنا تعلمته هو الشعر ولو حبيت أقول لكم الشعر اللي عندي هعط شهر كامل ليل ونهار أسرد لكم الشعر اللي عندي من غير مكرر بيت واحد مرتين حد في المدخل الموضوع ده يعني دخل لها واحد بيقول لك إيه أنت عندك علمة دي بيقول لك والله أنا عندي جميع العلوم كل العلوم تقريباً عندي وأقل علم تعلمته هو علم الشعر ولو حبيت أقول لك كمية الشعر اللي موجودة عندي هفضل أسرد لك الشعر اللي عندي لمدة شهر الليل ونهار خد بالك بقى من غير مكرر لك بيت واحد مرتين سبحانه الملك ولذلك كان ليه من ضمن الحياة العجيبة جداً يعني كان ليه حلقة علم في مسجد الكوفة والصحابة لسه موجودين وأحياء عايشين وشايفينه ومنهم من كان يجلس ويستمع إليه تخيل الصحابة لما يسمعوا لواحد تابعيه حدش لا يستكبر ولا حد يقول ده مين ده اللي يتكلم في وجودي ولا حد يقول ده مين ده اللي بيستجرر أنه يتكلم في وجودنا نحن الصحابة وإحنا وإحنا سبحان الله قدي كان جهيل كل تواضع وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خيروا الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكان الصحابة هم معديين على المسجد الكوفة كانوا أحياناً يجدوا المجلس العلم بتاع الإمام الشعبي ورغم ذلك كان لا يعترض أحد بل حصل مرة مفجأة أعجب من الخيال سيدنا عبدالله بن عمر طبعاً عبدالله بن عمر ما شاء الله صحابة من خيرة الصحابة وحضر غزوات كتيرة وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم الأيام لقى الإمام الشعبي وخدوا لكم الحتة الجميلة دي حتة يعني حتة من أعجب الأشياء يعني دخل المسجد فلقى الإمام الشعبي بيكلم عن السير والمغازي فعمال بيذكر تفاصيل بعض الغزوات فعبدالله بن عمر قعد يسمعه وهو مستغرب وبعد أما خلص راح مكلمه وقال له تخيل إن المغازي اللي أنت بتحكيها للناس ديت وبتحكي التفاصيل الدقيقة بتاعتها ديت أنا بنفسي حضرتها ومعرفش حكيها زي ما أنت حكيتها حالك متخيل حاجة زي كده عبدالله بن عمر اللي كان في الغزوات بنفسه بيقوله أنت بتحكي الغزوات بضقة أكتر مني أنا يلا حضرتها وشفتها سبحان الله فده دليل على إنه كان فعلا العلم بتاعه كان علم ضخيط جدا وكان ما شاء الله محيط بأمور كتيرة جدا وبحاجات كتيرة جدا ولما بيحكي بيحكي بتفاصيل غير عادية بفضل الله سبحانه وتعالى وفي يوم الأيام قالت الخلافة إلى عبد الملك ابن مروان نبعا الكلام ببقى يعني معناها أنه عاش فترة طويلة رحمه الله ورحمة الله وسعى لأنه توالد بعد ست سنين من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فلما قالت الخلافة إلى عبد الملك ابن مروان كتب للحجاج حجاج ساعته كان العامل بتاعه على العراق كان الوالي على العراق فقال له ابعث لي رجل عايزك تبعث لي رجلا يصلح لأمر الدنيا والآخرة لأمر الدين والدنيا واحد لما عوزني يسامرني ويكلمني ويثقفني ويكلم معايا فلو عايز أتكلم معايا في أمور الدنيا واستشيره فيها أليه حاضر ولما عوز أتكلم معايا في مسائل فقهية في أمور خاصة بالدين أليه برضو حاضر فأرسل له الحجاج الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة فعبد الملك ابن مروان خل الإمام الشعبي من الخواص الطوع ومن الناس المقربين إليه جدا كان بيستشيره في أدق أمور حياته وكان بيستشيره في أكتر الأمور أو في أغلب الأمور حتى خاصة بالحكم والمملكة إلى غير ذلك وكان بيبعثه سفير بينه وبين رؤساء الدول والملوك كان لما عوز يبعت حد سفير بين عبد الملك ابن مران أمير المؤمنين وبين واحد تاني من ملوك الدول اللي حواليه ما كانش بيلاقي أفضل من الإمام الشعبي إنه ما شاء الله كان عنده فطنة وزكاء وحكمة وكان عنده أسلوب رائع في الكلام وكان ليه مداخل كده طيبة يعني كان رجل دبلوماسي جدا وكان عالم وفقيه وزاهد ويعني كان فيه سمات عظيمة جدا جدا فعلا تؤهله أنه يكون فعلا سفير بين أمير المؤمنين عبد الملك ابن مران وبين أي حاكم دول لكن حصل مرة بسبب موضوع السفارة ديت حصل موضوع عجيب جدا جدا كاد الإمام الشعبي أن يقتل بسبب الموقف ده إيه الموقف ده؟ موقف في منتهى العجب عبد الملك ابن مران بعثه لملك الروم اسمه جستنيان قال له عايزك تروح له وفيه معلومات معانا عايز عرفها واسئلة معانا اسألها له وعرف الإجابة وتعالى عشان تقول عليها وطلب منه أمور كتيرة جدا فبعته لي جستنيان فلما وصل هناك جستنيان قعد مع من؟ قعد مع الإمام الشعبي يفتح معاه في مواضيع وبيتكلم معاه فالآم شاء الله موسوعة ثقف جدا وزاكي جدا وذهنه حاضر وعنده أفكار عهيبة جدا ما شاء الله فأعجب به جدا المفروض السفير أو الرسول ما بين الملوك يعني بيروح مثلا نيقعد ساعتين تلاتة بالكتير أو هيبات ليه لو يرجع تاني يوم لا ده رحمة قعده عنده فترة كبيرة جدا وقال له معلش أنا مش عايز أسيبك خليك قعد معاه قعد مع جستنيان اللي هو ملك الروم فترة كبيرة جدا وجستنيان عمال يتزود من علم الإمام الشعبي ويتزود من ثقافته ومعرفته وفهمه للأمور والربط بين المعلومات اللي يعرفها بين الواقع اللي احنا عايشينه وبينه وبينه وبدأ يستفيد منه استفادة جمدة جدا فحس إنه قدام إمام كبير جدا وقدام عالم من الأعلام وبعدين لما لقى خلاص الإمام الشعبي مصر بقى أن يرجع مرة تانية إلى دمشق راح كاتب رسالة وكان رجل كان في غاية الخبث والدهاء اللي هو ملك الروم اللي هو جستنيان ده راح كاتب رسالة رسالة خاطرة جدا رسالة بالبلد كده تودي وراء الشمس وراح قافل الرسالة ديت وراح مديها للإمام الشعبي قال له ما دمت أنت مصر أن أنت بقى ترجع يعني الخليفة عبد المالك بن مران مش قادر تقض معنا أكثر من كده فإذا وصلت عرفه كل المعلومات اللي كان طالب منك أن أنت تعرفها مني وبعد ما تعرفه المعلومات ديت وتقوله على إجابات الأسئلة اللي هو كان عايز أعرفها ادي له الرسالة ديت يدا بيد ادهاله في يدي قال له حاضر وبالفعل أول ما وصل الإمام الشعبي بدأ من يدخل بيته ودخل على طول مباشرة على عبد المالك بن مران اللي هو أمير المؤمنين دخل عليه وبدأ يتكلم معاه وبدأ عبد المالك بن مران يسأله الأسئلة اللي أنا سألتها لك عرفت إجابتها من مالك الروم أيوة طب لما سألته في كذا قال لك إيه قال له كأل كذا ولما سألته في كذا قال له كذا وبدأ يسأل فل الأسئلة خلص الموضوع خلاص وعرف كل الحياة اللي عايز أعرفها وهو ماشي الإمام الشعبي قال له مالك الروم أرسل هذه الرسالة لحضرتك أو لسموك خد رسالة منه فتح الرسالة وقرها الرسالة كانت عبارة عن سطر واحد بس السطر دوت كان كفيل بإن رقبة الإمام الشعبي تطير في لحظتها فأول ما عبد المالك بن مران أرى الرسالة ديت في ساعتها كان الإمام الشعبي على باب الأصر خلاص خرج فرح منها دعا الحلس قال له مردوه علي ابعتهولي هتولي تاني فاجبهوله فقال له يا شعبي أعلمت ما في هذه الرسالة انتقرت الكلام الموجود في الرسالة قال له لا والله يا أمير المؤمنين هو اداني الرسالة مقفولة وأنا جبت الرسالة وقديتها لك قال له أتدري ماذا كتب لي ملك الروم قال له ما عرفش قال له لقد كتب إلي ملك الروم ملك الروم يقول عجبت للعرب كيف ملكت عليها رجلا غير هذا الفتى ووضح الرسالة بيقول أنا بتعجب للعرب إزاي خلوا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ده المفروض إن أمير المؤمنين هو الإمام الشعبي إن ده إنسان مصقف وإنسان واسع لعلمه وعنده بصيرة وزكاء وهيبة حاجة عجيبة جدا فأم الإمام الشعبي على طول لرد الدولوماسية جميلة قال له ده هو قال كده يا أمير المؤمنين لأنه ما شافش حضرتك لو شافك ما كانش قالي الكلام ده أبدا واضح؟ لو شافك ما كانش قالي الكلام ده أبدا فأمد عبد الملك بن مروان قال له أنت عارف هو كتب الكلام ده قال له ليه قال له لأنه حسدني عليك فأراد أن يغريني بقتلك والتخلص منك فلما بلغ هذا الكلام إلى ملك الروم قال والله ما أردته إلا ذلك أنا فعلا بعدت الكلمتين دولارة عشان يقتله لأن أنا استخسرته فيه سبحان الله طبعا تعالوا نكمل سيرة الإمام الشعبي الإمام العلم الإمام الجميل العظيم ده ولكن بعد الفاصل صلى الله على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بكم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل قصة الإمام الشعبي رحمه الله ورحمة الله وبركاته شفت قد إيه زكاء ملك الروم بعد جملة واحدة كان عايز يخلص فيها على الإمام الشعبي وعايز يصير ضده عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين ولكن الرجل فهم المسألة وعرف أنه حسد عليه وأراد أن يتخلص منه فيعني كان زكاء من أمير المؤمنين من تصرف تصرف ده وزكاء من الإمام الشعبي رد الرد ده ووصلت الرسالة لملك الروم وعرف فعلا أنهما يعني تصرفوا وصل مرحلة من العلم عالية جدا لدرجة أن الإمام الزهري رحمه الله ورحمة الله ورحمة الله قال العلماء أربعة شفت دي العلماء أربعة سعيد بن المسيب في المدينة وعامر الشعبية في الكوفة والحسن البصري في البصرة ومكحول في الشام لكن الإمام الشعبي الحقيقة كان من كوة التواضع بتاعه ودائما يا جماعة بقول العالم اللي عنده علم يقينا لازم يكون متواضع عمل زي ايه عمل زي السنبولة بتاعت الأمح كلما تكون مليانة وماشاء الله جواه حبوب تلاقيها ميلة على الأرض ومتواضعة وكلما تكون فضية تلاقيها شامخة ووقفة في الهواء فالعالم كلما يكون عنده علم وكلما يكون متواضع وكلما يكون إنسان بسيط جدا في دعوته سبحان الله في يوم اليوم واحد بيكلم الإمام الشعبية فبيقول له أجبني أيها الفقيه العالم فقال ويحك لا تطرنا يعني لا تبالغ في متحنا بما ليس فينا الفقيه من تورع عن محارم الله والعالم من خشي الله وأين نحن من ذلك سبحان الله وديه واحد تاني سأل في مسألة ما فقال له قال في هذه المسألة عمر بن الخطاب كذا وكذا وقال فيها علي بن ابن طالب كذا وكذا فبصره وقال له وأنت ماذا تقول فيها قال سبحان الله وماذا تريد برأيي بعد رأي عمر بن الخطاب وعلي بن ابن طالب تسمع كلامنا ليه يعني زي واحد بس يجي يسألني السؤال فقال له الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله رحمه الله سيح أل كذا والشيخ ابن عثمين أل كذا فقال له ورأيك إيه قال له رأيي أنتين بإيه بعد رأيي الأيام القبار الأعلم دولة تعايز إيه رأيي فيه شوف التواضع قدين سبحان الله وكان عنده يعني يعني دايماً كده جماعة العالم عنده خلقه وماشاء الله أخلاق وحلم وعلم وتواضع وأدب وصدق ووفاء في يوم الأيام واحد وطبعاً دي منتشر بقى يعني بدءاً من زمن النبع السلام وإلى قيام الساعة أي إنسان من أهل الفضل لازم تلاقي كده عزم بالله في بعض الحاقدين والحاسدين وأعداء النجاح تلاقي ده أعمال بيسب فيه ده بيشتم فيه ده بيحربه ده وده في يوم الأيام واحد من يعني الناس اللي بيكرهه أهل الخير راح بيسب الإمام الشعبي الإمام الشعبي ده إمام عالم من أكابر العلماء شفت ديه فرح يسب فيه فسابه هذا دم خلص فقال له يا أخي إن كنت صادقاً فيما تقول فغفر الله لي وإن كنت غير ذلك فغفر الله لك يعني شوف ما شاء الله ما كانونش بيغضبوا نفسهم ولا بيزعلوا ولا يتضيقوا الأمور عندهم أبسط مما تتخيل الشيطين ما مش هتلزق وبعدين لو إنسان سفيه قعد يمدحك من هنا اليوم القيامة لن يرفع قدرك ولو قعد يسبك من هنا اليوم القيامة فلن ينزل من قدرك فقدرك عند الله سبحانه وتعالى في يوم الأيام وده دليل على إن الإنسان فعلاً الحكمة ضلط المؤمن أينما وجدها انتفع بها فالإنسان لا يستحي ولا يستنكف إنه يتعلم ولو من طفل صغير في يوم الأيام الإمام الشعبي سمع كلمة من واحد أعرابي الأعرابي ده كان تلميز من تلميزه وكان بيقعد يسمع ليه ويقعد يحضر دروسه سمع منه كلمة حفظها وفي دليل يكررها لحد آخر يوم في عمره إيه اللي حصل في يوم الأيام كان فيه أعرابي كان بيحضر الإمام الشعبي فكان دايماً ما بيتكلمش صامت فالإمام الشعبي بيقول له ألا تتكلم أنا شايفك على طول الساكت ما بتتكلمش خالص فقال الأعرابي اسمع كلام بقى قال أسكت فأسلم وأسمع فأعلم وإن حظ المرء من أذنه يعود عليه وإن حظه من لسانه يعود على غيره فقال الشعبي فظل الشعبي يردد هذه الكلمة ما امتدت به الحياة فعلاً يا جماعة لو قاعدنا نتركز في الحكاية دي هو ربنا خلق لنا لسان واحد ودنين عشان نسمع أكتر ما نتكلم لكن في ناس غوية تتكلم أكتر ما تسمع وإنت كرجل مثلاً بتطلب علم أو بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى واجب عليك أنك تقع تسمع فترة كبيرة جداً وتعمل زي النبتة اللي لازم تتحط البذرة بتاعتها تحت الأرض وتفضل مختفية فترة كبيرة لحد ما تستوي وبعد كده تبدأ تظهر على وش الأرض لأن النهاردة بكل أسف أن نباتات كلها طلعة من علش الأرض وما لهاش جدور تلاقي النهاردة في مجال الدعوة بالذات أمور يعني يندى لها الجبين النهاردة تصدر للدعوة كل من له في الدعوة من ليس له في الدعوة اللي منوش دعوة حتى فهمت إزاي فالأمور اختلطت وكان ده طبعاً يعني يعني عادة بالسلبة على الناس الناسة لغباطك بتسمع فتاوى من هنا شكله من هنا فتاوى شكل والكلام فيه لغباطة كبيرة جداً لأنه ما فيش أساس لهذا الكلام سبحان الله فالإمام الشعبي يعني بيوضح لك نقطة حلوة قوي أن أنت لازم تتعلم ولازم تسمع وتسمع كثير جداً جداً أكتر ما تتكلم وخد الجملة دي من الأعراض وحفظها وابتدى يرددها لحد آخر لحظة في حياته في يوم الأيام كان دي موقف عجيب جداً مع ابن هوبيرو ابن هوبيرو ده كان والي من قبل بني أمية على العراقين على الكوفة والبصرة في يوم الأيام الإمام الشعبي سمع أن في بعض الناس أو في واحد يعني في جمع مجموعة من الناس اتحبسوا ودخلوا السجن ظلماً وابن هوبيرو ما يعرفش أنهم مصدمين لكن أمر بدخلهم السجن فدخل يكلم ابن هوبيرو في هؤلاء الناس فقال أيها الأمير إن كنت حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم وإن كنت حبستهم بالحق فالعفو يسعهم فأعجب بقوله وأطلقهم كرامة للإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة وكان خفيف الظل جداً على فكرة ودائماً تجد الأئمة الكبار والناس العلماء مش الدنيا مقفل عندهم وخلاص وما فيش بقى لبسمة ولا ضحك ولا بتاعك بالعكس بتلاقيهم من أخف الناس بفضل الله يعني وليهم طرفات كده جميلة فالإمام الشعبي في يوم الأيام واحد بيهب يهزم مش بيهزم معه بيسأله فعلاً سؤال حقيقة بس يسأله ما روش لازمة يعني بيقوله إمام يعني هي زوجة إبليس اسمها إيه قال له والله ما حضرتش الفرح ده أبلك يعني يعني ما تعزم مناش يعني فشهد أنه كان بيمزح وإحنا لما كنا بنكلم عن محمد بن المنكدر وعن غيره وعن غيره أنه كان بيطلع ويكلم الناس أهل السوق ويذكرهم بالله ويكلمهم ويذكرهم بالجنة وفي نفس الوقت كان يمزح معهم وكان لا يمزح إلا بالحق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيه موقف جميل جداً برضو بين الإمام الشعبي والإمام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح في يوم الأيام الإمام الشعبي قابل الإمام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح فقال له كيف حالك يا إمام؟ قال بخير حال قال كيف حاله أهلك؟ قال والله يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة لم أشك من زوجتي إلا مرة واحدة وأشهد الله أني كنت لها ظالماً فقال الشعبي كيف ذلك يا إمام؟ في حد في الدنيا ما اشتكش من مراتك في الـ 20 سنة إلا مرة واحدة قال له كنت ظالم لها والله قال له احكيه لي إلا حصل قال له إني منذ دخلت بمرأتي وجدت بها حسناً نادراً وجمالاً باهراً فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكراً لربي جل وعلاً قال فلما قمت فصليت وسلمت فوجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية أبا أمية دي كونية الإمام شرحبيل ابن حسنة فقالت على رسلك أبا أمية انتظر على رسقك ثم قامت وقالت أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أبا أمية إني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتي وما تكره فأترك أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي أما وقد قضى الله أمراً كان مفعولاً وما لكت فاصنع ما أمرك الله به فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك قال فأحوجتني والله يا شعبي للخضة مش ما قولها يا تخطب أنا مخطبش يعني ده من الراجل يعني فقال أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإنك قد قلت كلاماً إن تثبطي عليه يكون حظقي وإن تدعيه يكون حجة عليك أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا قالك فما تحب من زيارة أهلي كان زكي جداً ما قال لهاش بقى خليهم يخفوا يعني في الزيارة فقال ما أحب أن يملني أصاري ما قالش ما أحبش أنا إيه أنا ما يعني آملهم قال ما أحب أن يملني أصاري قالت فما تحب من زيارة الجيران قال لها قوم فلان قوم صالحون وقوم فلان قوم سوء وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاصطريها وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك قال فبدت معها والله يا شعبي بأن عملي ذا وما كفت معها عشرين سنة لم أشك منها إلا مرة واحدة وأشهد الله أني كنت لها ظالما فقال يا لها من عيشة هانية وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفلة جميلة محفوفة بالعافية واختارك الله له حتى تكون داعية خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها وهي العمرين كافيا تمور الأيام عفوا من أسف تمور الأيام والإمام الشعبي عاش لحد سنة 103 هجرية وكان عمره وصل أنه بقى عنده 79 سنة ونام على فراش الموت وفاضت روح الإمام العلم الكبير العالم الكبير الإمام الشعبي فاضت روحه وتوفي الإمام الشعبي سنة 103 هجرية وصل الخبر ووصل نعيه للإمام الحسن البصري فقال يرحمه الله رحمة واسعة فلقد كان واسع العلم عظيم الحلم وإنه من الإسلام بمكان حقيقة لوحد لما بيذكر الأيام الكبارده يا جماعة بجد بيحزن من جواه بيقول فعلا كان نفسنا نشوف أئمة بالمنظر ده كان نفسنا نشوف أئمة أعلام عندهم العلم ده والخلق ده والحلم ده والإخلاص دوت والوفاء دوت والصدق دوت والأمانة ديت وحمل هم الدين لهذه الدرجة المام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة يعني العلم بتاعهم ما خدوش من واحدة ولا اتنين خمس ومية صحابي ومية صحابي بيتعلم على قديهم وكان بركز مع بعضهم لكن كان حياته كلها للعلم وللدعوة إلى الله ولبذل الجهد بفضل الله سبحانه وتعالى بدل جهده ونشر العلم وقدى الأمانة وبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمره ما تأخر أبدا أبدا عن أي حد من طلاب علمه ولذلك انتشر علمه وانتشرت سرطه وفضلت سرطه بيذكرها الأئمة الأعلام جيل وورا جيل لحدا ما احنا جينا جيل من المتأخرين بنذكر الإمام وبنترد عليه وبلو ربنا يرحمه رحمة واسعة أكيد لازم نتعلم يا شجار ان احنا حتى لو هنتصدر للدعوة فلابد أن تسمع أكثر مما تتكلم لو ما طلعناش النهاردة إلا بالدرس ده كان كفاية ان انت لازم تسمع كتير قبل ما تتكلم كتير وان انت لازم في وقت جبير جدا جدا تترضى وتتعلم وتتقدم وتعرف قدر المشايخ وقدر العلماء قبل ما تطلع وتظن ان انت خلاص بقيتعالم كبير ومجرد ان انت طلعت على الفضائيات خلاص بقيت انت والس اللي موجود وانت اللي على الساحة وانت وانت ويدب إليك الغرور احضر أخوي وحبيبي احضر من كل هذه الأشياء فالعجب داء وبيل وأدمر شيء في الدنيا ان انت تخش على ربنا من باب الذل والانكسار والتواضع أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثونا عن كرام داء